هذه الفاكهة حرمها الله عز وجل وما زلنا نأكلها حتى اليوم احذر منها ولكن اذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع فالدهل على الخير كفاعله ان النساء قد اقصرت من اكل فاكهة معينة قد حرمها عليهم الاسلام هذه الفاكهة يأكلها الكثير من النساء بشراصة والقليل من الرجال ايضا فترى المرأة في وقت فراغها اكثر ما تفعله ان تأتي بهذه الفاكهة تظل تأكل منها حتى تمتلئ بطنها هذه الفاكهة عندما يأكلها النساء والرجال لا يدفعون عليها ثمنا بل يحصلون عليها من غير ثمن هذه الفاكهة جاء في تحريمها في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل عرفتم ما هي هذه الفاكهة انها الغيبة لقد وصفها الحسن البصري بفاكهة النساء وسماها بذلك الاسم لان الكثير من النساء يقعون في الغيبة ولكن الغيبة يقع فيها النساء والرجال قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم اخت المسلمة اخ المسلم جاء الوقت الان لكي تحرموا على انفسكم اكل هذه الفاكهة فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم ارزقنا لسانا زاكرا طاهرا وفي النهاية اشترك الان في القناة واعمل اعجاب على هذا الفيديو وفعل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد شكرا لكم على المتابعة لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم